موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها وسط تفكك بنيوي وتآكل داخل تحضيرات من تهديدات استراتيجية على الردع الإسرائيلي والجيش في الخط الأمامي كيف أصبح في مقدمة المواجهة السودان واقتتال المائة يوم أياد خارجية ومساعي حل أفريقية وأقليمية هل من فرص للتسويات أرحبا بكم خطر التفكك يعصف بالجيش الإسرائيلي تحضير أطلقه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب فالاستمرار في التعديلات القضائية وفق قوله سيضع إسرائيل أمام واقع يعرض معادلة الردع الإقليمية للخطر المعهد دع حكومة بن يمين التنياهو إلى وقف الخطة القضائية فورا والشروع في حوار سياسي بين جميع الأطراف يضع حدا للاحتجاجات التي تزداد أعداد المشاركين فيها يوما بعد يوم تحذير يأتي بعد يوم واحد من قرار عشرة آلاف جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية فالخدمة أصبحت في الخط الأمامية للصراع الداخلي في إسرائيل إذ أورد المعهد أن موجة الاستنكاف عملت على تآكل قوة الردع بعدما فقد الجيش زخمه العسكري مع استنكاف نواته الصلبة خلال الطوارئ وهم جنود الاحتياط وما توقعات المعهد بأن تتأثر قدرة تشكيلات حيوية جوية واستخبارية تشتد التهديدات الأمنية على إسرائيل في الصحة الفلسطينية عمليات فلسطينية تحبط أهداف إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية للاستيلاء عليها وتقضي على أمال الإسرائيليين في منع الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة لكن الساحة الفلسطينية ليست وحدها ما يمثل خطرا على تل أبيب فعلى الجفهة الشمالية عند الحدود الفلسطينية اللبنانية يرفع حزب الله التحدي بحسب المعهد في ضوء قراءته تبعات الأزمة الداخلية الحادة ما ينذر بضعف ووهن عسكري إسرائيلي في المقابل يتعظم التهديد الإيراني لإسرائيل بحسب المعهد أيضا ولسيما مع تزعزع العلاقات الإسرائيلية الأمريكية ما يجعل إسرائيل في موقف ضعيف وسط أزمتها الداخلية حيث لا قدرة لها على تحمل هذه التهديدات من جبهات متعددة إذن هذه عنوين ومحاور ملف الأول في المسائي نفصله ونناقشه مع ضيفينا معنا من القدس المحتلة رئيس الحركة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي معنا كذا من دمشق الكاتب والخبير بالشؤون الإسرائيلية السيد تحسين الحلبي مرحبا بضيفينا أبدأ معك دكتور الطيبي تقدم هذه الليلة عن أنها ليلة حاسمة على اعتبار بأنه في الغد حتى الآن سيتم إقرار بند المعقولية في الكنيسة شارع ساخن يزداد سخونة وفي انقسام اليوم في مشهد التظاهرات شارع مقابل شارع وتحذيرات تعلوا من تفكك الجيش الإسرائيلي وبالتالي تفكك إسرائيل كدولة بين قوسين لو تنقل لنا حقيقة الواقع الآن آخر المعلومات والمعطيات معذرة وما الذي يحكم الساعات المقبلة ما من شك أن الشيء الأهم الذي يحدث هو ليس فقط النقاش الذي يجري في هذه الساعات في الكنيسة بدأ صباح اليوم بعرض القانون قانون ما يسمى حجة المعقولية أو مسوغ المعقولية صباحا وتستمر المداولات حتى غدا ظهرا حوالي 26 ساعة متواصلة يتم التصويت فيها غدا وليس اليوم على هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة اللهم إلا إذا حدث انفراج في جهود رئيس الدولة هيرتسوغ اللي يحاول الوصول إلى حل متفق عليه بين نتنياهو من جهة وغانس ولابيد من جهة أخرى ما حول الكنيسة عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد هذه التشريعات وهذا الانقلاب القضائي وفي تل أبيب بالمقابل عشرات الآلاف من المستوطنين ومؤيدين المستوطنين يعني من اليمينيين الذين يدعمون هذه التشريعات ويريدون لها أن تستمر حتى ما بعد التصويت غدا أساس هذه الاتصالات التي يجريها رئيس الدولة ورئيس نقابة العمال الهستدروت هي ما الذي سيجري بعد سن قانون المعقولية يعني إذا تم تغييرات بسيطة في هذا القانون الذي سيمر غدا غالبا هل سيستمر الليكود والحكومة والاقتلاف بسن قوانين أخرى ضمن هذا الانقلاب القضائي أم وهو طلب المعارضة تجميد كامل لكل المشاريع القوانين القوانين التي طرحها ياريف نيفين قبل ستة أشهر حاليا هذا هو الخلاف الأساس ما بين الجانبين في هذه الاتصالات التي تجري بين الجانبين الدكتور طيبي فقط استضاحا بما أنه الغد سيكون فيه حتى الآن الموعد لأقرار بند المعقولية المسار ما زال بالنسبة لبن يمين نتنياهو المضي في هذا المسار رغم التحذيرات التي تأتي من داخل الحكومة ومن خارجها ونحن نشير أيضا لتحذير معهد أبحاث الأمن القومي إضافة لمقاله رئيس الأركان وفي مقالة ما وصفت بالقاسية بين وزير الأمن ورئيس الحكومة بن يمين نتنياهو التحذير على أن الجيش الإسرائيلي في حال التفكك وإذا ما كان قويا ومتماسكا فبالتالي إسرائيل كدولة ستتأثر ما من شك في أن مرتدات هذه التشريعات هي غير مسبوكة بمعنى هذه البيانات والإعلانات المتكررة عن استنكاف طيارين مئات الطيارين احتياط وأكثر من عشرة آلاف جندي احتياط وأفراد بأجهزة الأمن الأخرى هذا غير مسبوك بهذا الكم إبان الانسحاب من غزة كان في جنود وضباط من اليمين الذين أعلنوا استنكافهم ولكن ليس بهذا الكم ولكنني أريد أن أقول وأشدد إسرائيل ليست في حالة تفكك ولكنها في حالة انفصال وشك مجتمعي غير مسبوك ما بين طرفين متناقضين يمكن القول ما بينهم يقولون ما بين شعبين مختلفين ما الذي يوحدهم يوحدهم الاحتلال أو الحرب يعني إذا نشبت حرب الآن هؤلاء المختلفين والمتنازعين والمتصارعين سيكونوا أول من يقصف غزة أو لبنان إذا طلب منهم ذلك ولكن الصراع الآن هو صراع قوة من يؤثر أكثر على القرار ماضي في استضاحة ما كنت أود أن أستوضحها ماضي بنيمين نتنياهو حتى الآن في خيار القانون المعقولية بجملة لطفان بنيمين نتنياهو ما يهمه الآن هو بنيمين نتنياهو أمامه الهدف الأخير هو محكمته ومحاكمته وإئتلافه نتنياهو بهذا القانون غدا يريد أن يخلق تماسكا في هذا الاتلاف اليميني المتجانس اللي بحاجة لأي قانون من هذا النوع لأنه عندما تراجع قبل عدة أشهر بعد أن أقال جلنت وزير الأمن تراجعت شعبيته داخل الليكون وفي الاستطلاعات أيضا ولذلك هو يسير كدما باتجاه هذا التشريع ربما يقبل تغييرات طفيفة ولكن أيضا هذا ليس مؤكدا أسمع رأيك سيد تحسين الحلبي بعد تجديد الترحيب بك خصوصا للقراءة التي قدمها دكتور طيبي حول واقع الانقسام ومفهوم إسرائيل بأنها لا تتفكك وإنما وكأنها بين قسمين أو شعبين وما دلالات التحذيرات التي نسمعها إن كان مع هذا الأمن القومي في تل أبيب أو تلك التي تخرج من رئيس الأركان وكذا بالنسبة لوزير الأمن حول واقع الجيش وخطورة ما يشهده واقع الجيش اليوم في التأثير الوجودي بشكل كامل على إسرائيل يعني في الواقع مع التقدير لكل ما قاله أستاذنا ودكتورنا الطيبي هناك عامل آخر إضافة للذي تحدث به وهو بتقدير الأخطر وهو أن أحزاب المعارضة طوال هذه الأشهر سمحت لنفسها أن تسخر الجيش في حملة تحريض لصفوف الجيش بأن يخرجوا إلى الشارع بأن يكتبوا عرائض بأن يمثلهم أحد ويقول أنا أمثل ألف وثمانمية وخمسين واحد من قوات أو عناصر الاستخبارات الاحتياط وعشرة آلاف وإلى آخره هذه ظاهرة خطيرة خطيرة أن يلجأ السياسيون من الأحزاب بيني جانس أو يائر لبيدة وغيرهم لاستخدام الجيش لتحريض الجيش على الخروج إلى الشارع هذه هي النقطة الخطيرة التي تخاف منها ليس حكومة نتنياهو فحسب بل في الحقيقة تخاف منها حتى الولايات المتحدة الأمريكية لأن المسألة لم تعد الآن تتحدث بشكل جوهري وشامل عن تعديلات قضائية بل هناك شعارات كما نشرت صحيفة جروس الموسط اليوم ظهر شعار عند المتظاهرين مكتوب عليه نحن لن نقتل ولن نموت من أجل خدمة المستوطنات هذا شعار سياسي هذا ليس له علاقة بالتعديلات القضائية أيا كانت إذن هناك من يستثمر هذه المظاهرات الآن وبعد نموها وتزايدها بهذا الشكل واحتدام الانقسام مع نتنياهو هناك من يريد أن يظهر هناك موجود خلاف سياسي عميق حول حكومة يمينية تريد أن تستوطن بلا حدود وأن تقيم المستوطنات بلا حدود وأن تسلح المستوطنين بلا حدود وأن تنشئ دولة مستوطنين خارجة عن كل أشكال القانون والنظام بل وبتعديل هذا القانون عندما تحدث عن الدلالات بمعنى أنه يعني ما مدى جدية فعلا ما يطرح بمعنى هل نحن أمام رفع منسوب التحذير للوصول إلى حلول من خلال الضغط أم أننا نرصد تآكل على مستوى المنظومة أو المؤسسة العسكرية مثلتا بالجيش الإسرائيلي وصلت لنقطة قد لا تعود فيها في العطب الذي أصابها طالما تشير إلى هذا الانخراط في الإطار السياسي ما يتعدى موضوع التعديلات القضائية على فرض كان هناك تسويع وحل هل يعود واقع الجيش بما شهدناه أن نرى امتناعا وهذه من الكبائر عن تأدية الخدمة بالنسبة للإحتياط ونتحدث عن أعداد كبيرة جدا أن ذلك يمكن تصحيحه حتى انحل الأمر بين السياسيين بتقديري ولا نبالغ إذا قلنا أو استنتجنا بأن الكيان الإسرائيلي لن يعود إذا جرى أي حل يوم الثنين أو بعده للموضوع بالتوافق بغير التوافق لن يعود كما سبق ستحمل هذه التظاهرات وهذه الانقسامات ستحمل عوارض وتحريضات مذهلة على الساحة السياسية بحيث أن المهزوم أو من يعد نفسه مهزوما سيحاول أن يسترجع قدراته وأن يخفض من خسائره من ناحية أخرى الحكومة ستحاول ألا تتكرر هذه الظاهرة وألا تستشري انظري ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل هناك دور أمريكي أيضا من أجل إيقاف هذا النزف في الانقسام ديفيد فريدمان يقول نحن الآن بتوقيت قريب من التاسع من آب وهذا نذير سوء إذا استمر هذا الانقسام هل أسمع دكتور طيجي رأيه يعني بتقديري تفضل بشكل سريع تفضل عفوا العامل آخر هناك عامل آخر وهو أن كما تفضلتي يحدث هذا الانقسام في ظل انخفاض واضح وبارز وملموس من المستوطنين ومن قيادات الجيش بتآكل الردع الإسرائيلي خاصة بعد الهزيمة التي مخيم جنين حققها على جيش الاحتلال دكتور طيبي إذا لديك أي تعقيم على أي ما تفضل به سيد الحلبي نسمع تعقيمك مع السؤال عندما تشير إلى أن إسرائيل ليست في حالة تآكل وأنها في حالة انقسام وكأنه يعني بين مجتمعين هل هذا دليل عافية أم دليل هشاشة في المشهد الذي نتابعه ومن الذي يمنع بن يمين نتنياهو أن يستمع إلى كل هذه التحذيرات يعني معهد الأمن القومي لا يتحدث فقط عن تأثيرات مرتبطة في الداخل الإسرائيلي وإنما حتى على معادلة الردع على مستوى إقليمي لا يستطيع أن يواجه جبهات متعددة يعني لدينا رأي أمني وعسكري وسياسي ومن داخل الحكومة ومن خارجها وحتى كما أشار سيد الحلبي من الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأساسي لإسرائيل لا ما يجري هو ليس دليل عافية على الإطلاق يعني المجتمع الإسرائيلي مريض وأنا عندما قل أن هذا الاستنكاف وبيانات الجيش والطيارين وشيء غير مصبوط بهذا الكم وهذا الاتساع وهذه المساحة لدرجة أن القلط يغطي كل قيادات الجيش من قائد الأركان إلى الألوية وأركان الحكومة الإسرائيلية هناك من لا يأبه لذلك ويهجم هجوما مضابا على الطيارين على المستنكفين مثل وزراء الليكود بن يمين نتنياهو نفسه الذي بدأ يشير إلى أنه ليس العسكر هم الذين يحكمون بده يستعمل هاي وكأنه هو الذي يتحدث ديمقراطية بين هلالين من يستعمل العسكر لتأثير على مجرى الأمور بالرغم من كل ما نقوله بالرغم من هذا الانقسام أنا عندما تحددت عن انقسام فهذا الانقسام هو انقسام طائفي طبقي وبين المركز واليسار وبين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين هذه التفوهات والظواهر والكتابات أصبحت شيئا عاديا تماما في هذا المشهد في الشبكات التواصل الاجتماعي في استوديوهات الأخبار في المقالات ولكن هذه المظاهرات منذ اليوم الأول حتى الأسبوع التسعة وعشرين الآن لم تكن مسيسة ضد الاحتلال عندما نرى لافتة واحدة أو لافتتين هذه اللوافت هذه اللافتات هي لمجموعة اسمها الكتلة ضد الاحتلال وهي مجموعة شجاعة رائعة قسم كبير منها ونقول يصوتوا لكتلة الجبهة والعربية للتغيير لميريكس ولكن أحيانا كان ما يسمى إخوان السلاح من المتظاهرين يعتدون على هؤلاء وينزلون هذه اللافتات للأسف أنا أقول بأسف أن هذه المظاهرات لم تسيس أمام المظاهرة اليوم مثلا اللي في تل أبيب داعمة للحكومة والتشريعات كل السيارات واللوجيستيكا والنقل للمتظاهرين غالبيتها من المستوطنين والاستيطان كل جهاز الاستيطان اشتغل مشان هاي المظاهرة بتل أبيب مما يؤكد على أنه النواة الأساسية لهذه الجماهير المؤيدة هي نواة استيطانية علّ وعسى بعض الذين أو كثير من الذين يتظاهرون ضد هذه التشريعات أن يدركوا أن المشكلة بالأساس هي مشكلة احتلال ومشكلة سياسية كبرى وليس فقط تشريع هنا يبرز السؤال عنكم دكتور الطيبي أين أنتم ونتحدث عن النواب العرب من ما يجري وخصوصا أنه في نذور حرب أهلية أو شبح حرب أهلية يتم التحذير منها لكن ما حجم التأثير بالنسبة لكم أين أنتم من ما يجري أي تداعيات مباشرة عليكم وحتى على سياسة هذه الحكومة على الفلسطينيين بشكل كامل إحنا موقفنا كان في كتلة الجبهة العربية التغيير وكل النواب العرب أننا ضد هذه التشريعات لأننا لا نريد سيطرة مطلقة أكثر مما كان لحكومة اليمين على الجهاز القضائي بالرغم أنني يجب أن أقول ذلك أن الجهاز القضائي في إسرائيل يميز ضد الإنسان العربي الفلسطيني أكثر من هيك المحكمة العليا لم تسعف الفلسطيني والفلسطينيين في القضايا الكبرى لا في الاستيطام الإغتيالات أكرتها المستوطنات أكرتها الاحتلال أكره مصادرة الأراضي أكره أكرت أكثر من هيك رفضت التدخل فيما يسمى بقانون الطومية أو قانون لجان الكبول بالرغم من كل ما أقوله عن تحفظي من هذه المحكمة تحفظنا جميعا من هذه المحكمة العليا أن تعطى سلطة مطلقة لهؤلاء لهذه الحكومة الفاشية للسيطرة على زمام الأمور وتعيين الكضاء اللي هم بدهم إياهم أكثر مما هم يمينين على فكرة فيه كثير كضاء يمينيين بالمحكمة العليا عينتهم أيلة شكيد اللي كانت وزيرة قضاء في الماضي الأقلية والأقلية الفلسطينية عدديا الأصلانية دائما تكون ضحية لهؤلاء في نهاية المطاف لأنه أسهل الإنقضاب على الفلسطيني من على اليهودي الغربي أو الشرقي بالرغم من هيك وهذا مهم أولويات المجتمع العربي بالرغم من أننا نصوت ضد ونقول أننا ضد هذه التغييرات القضائية هي حربنا ومواجهتنا ومعاناتنا من الجريمة الداخلية التي تتصاعد بسبب تواطئ الشرطة الإسرائيلية كل الشرطة الإسرائيلية على مدى سنوات سنعود لنتحدث عن المآلات التي يمكن أن نراها أو السيناريوات المقبلة ونسمع أيضا رئيس سيد تحسين حالبي لكن قبل ذلك نعرض لهذه المعطايا التحذير معهد الأمن القومي في تل أبيب ما هو إلا إقرار بمدى استفحال الأزمة داخل إسرائيل وهشاشة المجتمع المستوطنين الذي كان يتغنى بوحدته وجيشه حتى ترحت الحكومة الخطة القضائية وكشفت حقيقة التماسك الهاش تشريعات دفعت بألاف الجنود الإسرائيليين إلى تخلي عن خدمتهم في الجيش وهو ما تظهره الأعداد الكبيرة للمشاركين في الاحتجاجات وسط توقعات بأن تتدحرج الأمور نحو الأسوأ ما لم تتراجع حكومة نتنياهو عنها الحكومة الأكثر تطارفة تواجه انتقادات كبيرة من جانب الإسرائيليين مع توجيه اتهامات لها من كبار المسؤولين السابقين والحاليين ولسيما الأمنيون منهم بأنها تقود إلى الهلاك بمواقفها وإجراءاتها مواقف أدت إلى تشردمي المجتمع ونشوب خلافات مع أقرب الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية سيتحسين الحالة بموضوع التأثير على مستوى حرب أهلية في إسرائيل تعليقك عليها واليوم إلى أي حد فعلا يوجد أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأسرائيل أو بينها على وجه خصوص إدارة بايدن وحكومة بن يمين نتينياهو وفي أي مساحة يمكن أن نرى إن كان في الأرض أو في الكناسة أو في التأثير والضغوط واشنط بتقدير سجل وتاريخ أي حروب أهلية في العالم وعبر التاريخ دوما أو غالبا يلعب فيها الدور الخارجي أهمية كبيرة بوجوده إذا وجد بين الطرفين أيد طرفا ضد آخر مسألة الحرب الأهلية في هذا الكيان الإسرائيلي الذي يعد مشروع دولة غريبة عجيبة مصطنعة إلى آخره يعني لا نريد أن نتحدث عن تاريخ نشوء هذا الكيان لكن الكيان هذا الإسرائيلي بالذات يعني خارج إطار أن تحدث به حرب أهلية دون وجود عامل خارجي أمريكي إذا أراد وأمريكا لا يمكن أن تسمح لكيان من هذا القبيل يقوم بوظيفته لها وللقوى الاستعمار بالشكل المطلوب أن يدخل في حرب أهلية تزيد من عوامل ضعفه وتآكل قدرة ردعه أمام من يتصدى له في جبهة الشمال حزب الله في جنوب لبنان وحدود الجولان سورية ووصولا إلى بغداد وطهران وترسانة مسلحة في قطاع غزة من الصواريخ وست مليون أو خمس مليون أربع مليون في الحقيقة داخل فلسطين المحتلة منذ عام 48 والضفة الغربية والقدس إذن في ظل هكذا وضع أن تحدث حرب أهلية أمريكا لن تسمح مطلقا لا للبيد ولا لنتنياهو حتى بتحريك أي تمهيد نحو عامل من هذا القبيل نحي أخرى لا يمكن لهذا الكيان أن يسير نحو هذا الاتجاه لماذا؟ لأنه في الحقيقة هو حين ييأس يجد مخرجه في الهجرة المعاكسة إن كانوا ضباط أو مشوطنين أو قادة أو غيرهم فيه فيلم تم سحبه وزير الثقافة سحب فيلما تمثيليا يبرز الخلاف بالجيش وإن كان تمثيليا على اعتبار أنه كان فيه طيار يغطي كتيبة مشات ضمن نشاط عسكري تشاور مع الكتيبة تبين الاختلاف بالرأي بين من مع التعديلات القضائية أو تغيير القضائي ومن ضد فقام بقصفهم هذا أثار الحفيظة استدعى أن يسحب وزير ثقافة هذا الفيديو التمثيلي وهو ما يعيدنا إلى موضوع الجيش حالة التفكك الذي تصيبه وإمكانية أن يكون ذلك عاملا في الحرب الأهلية إن كان هذا السيناريو فيما تشير يحتاج لدعم خارجي أو أيادي خارجية ماذا عن الجيش في واقعه؟ يعني أي تفكك في الحقيقة دون حافز دافع ساند خارجي لا يمكن أن يبدأ الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن المعارضة يعني ونتنياهو يجب أن يتفقها إذن بعدم الاتفاق الجيش بكل قدراته هاي قادة موساد وقفوا إلى جانب هذه المظاهرات هنا تكمن مشكلة سيحلها نتنياهو دون أدنى شك غدا لكنه لن يستطيع أن يحل آثارها ومضاعفاتها وانعكاساتها على هذا المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي سواء مستوطنين مسلعين أو سواء قادة الجيش لا ننسى أن عشرة ألاف هذه أرقام مذهلة كما تفضل الدكتور الطيبي هذه واقعة غير مسبوقة بتاريخ الكيان منذ 75 سنة إذن هذه كيف يمكن أن لا تجر ذيولا مذهلة على الواقع السياسي والواقع أيضا الاجتماعي والاستيطاني حتى انحلت لأنه لقد سمحت أحزاب إسرائيلية لنفسها أن تستدرج ضباطا للوقوف بموقف سياسي ضد حكومة هذا لم يكن أحد يفعله في الكيان الإسرائيلي دكتور الطيبي موضوع الولايات المتحدة الأمريكية ما هو تقييمكم تقدير الموقف لديكم هل فعلا نحن نتحدث عن أزمة حقيقية موجودة ما كتبه توماس فريدمان في نيويك تايمز قبل يومين بعد أن انتقى بايدن وعندما تحدث أنه إذا استمرت الأزمة بهذا الشكل ومعاندة نيتنياهو قد تكون هذه آخر إدارة ديمقراطية تقدم الدعم المعهود الذي لطالما حازته إسرائيل كيف ترى هذه النقطة؟ وما مدى القدرة أن نرى تأثيرات أو ضغوط في الساعات المقبلة أمريكية؟ الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية هو ضغط شخصي على بنيمين نتنياهو يعني منع اللقاء معه إحراجه علنا من قبل الرئيس بايدن عدم دعوته للبيت الأبيض ودعوة هيرتسوب ولكن استمرار التعاون الأمني بشكل كامل بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل أنا أتفق مع الأخ تحسين أنه هناك دور وظيفي لإسرائيل الإدارة الأمريكية تريد أن تبقى مستثمرة لهذا الدور ولا تريد للمجتمع الإسرائيلي ولا لإسرائيل ككيان أو دولة أن تنهار الإدارة الأمريكية عندما تضغط بهذا الشكل هي ضغط وعتب محب وليس غريم هي قادرة على التأثير أكثر على مجردات الأمور لو تتخذ إجراءات أخرى وقف المساعدات الثلاث مليار دولار مثلا التي تقدم سنويا للإحتياجات الأمنية أو رفع الحصانة عن والبيت الأمريكي الأوتوماتيكي في مجلس الأمن عندما تتخذ أو تفكر الإدارة الأمريكية باتخاذ مثل هذه الإجراءات نعرف أن الأمور تغيرت حتى الآن هو عتب وعزل بين محبين بين أخ كبير وأخ صغير أب وابن أمريكا وإسرائيل وحتى الآن ما في شق في هذه العلاقة بين الدولتين هل تستطيع أن تؤثر أن نرى فاعلا ما من هنا حتى ظهر الغد أمريكيا أنا متأكد أن الإدارة الأمريكية على معرفة بكل الاتصالات التي يجريها الرئيس الدولة هيرتسوغ مع نيتنياهو ومع المعارضة وهي مطلعة عبر سفارتها هنا وعبر الاتصالات المباشرة مع البيت الأبيض على كل هذه المحاولات أنا قصدي أنها قادرة أكثر على أن تؤثر إذا اتخذت إجراءات أكثر ضغطا على الحكومة الإسرائيلية وهي لم تفعل ذلك حتى الآن لأن الإدارة الأمريكية طبقة داعمة لإسرائيل توماس فريدمان عندما تحدث بالأمس للتلفزيون الإسرائيلي دمعت عيونه وهو يتحدث عن إسرائيل لأنه هو والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن يريد إسرائيل قوية متماسكة بس بدون هذه القوانين ولم يكن أحد نريد إسرائيل قوية متماسكة بدون الاحتلال لا الإدارة الأمريكية ولا المتظاهرين هنا أريد أن أتوقف عند المعيار المزدوج لهذه الاحتجاجات هذه الاحتجاجات تصيح وتصرخ ديمقراطية واللافتات مكتوبة عليها الديمقراطية ولا للديكتاتورية ولكن قيادة هذه الاحتجاجات أيدت اقتحام جيش الاحتلال إلى جنين وأصدرت بيانات دعم وافتخار وعزة إلى آخره من يطالب بالديمقراطية في تل أبيب يدعم ديكتاتورية الاحتلال في جنين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وهنا هذا الخلل الأخلاقي والسياسي والمعيار المزدوج طيب بشكل سريع معذرة دكتور الطيبي ما الذي قد نراه بعد ظهر الغد يعني السيناريوهات التي يمكن أن نراها إذا تم إقرار أو الإصرار على إمرار بند المعقولية أو العكس وبين قوسين مصير الائتلاف الحكومي هنا وحتى على مستوى الشارع بشكل سريع لطفان أنا أعتقد أنه سيتم ترهير هذا البند مع ترهير طفيف أو بدين ترهير طفيف 64 عضو كناسة لا أعتقد حتى أنه قلنت يمكن أن يصوت ضد عفوا وما بعد ذلك هو الأهم ما من شك أن تمرير هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الشرخ في المجتمع الإسرائيلي وربما نتنياهو يعتمد على أنه بعد أسبوع من تمرير هذا القانون الكنيسة تخرج إلى عطلة شهرين هذه العطلة لا أعتقد أنها ستخفف أو ستقتل أو هذه الاحتجاجات لأن الخوف الكبير من استمرار التشريعات باتجاه السيطرة على لجنة تعيين القضاء ومن هو رئيس المحكمة العليا وهذا هو المحب تعليقك سيد الحلبي حول المعالات أو يمكن السيناريوهات التي سنراها من الآن حتى ظهر غد وما سيليه خصوصا أننا لدينا حوالي أقل من عشر ايام لعطلة الكنيسة وتسعة آب التي تحدثت عنها توضع أيضا ذكرى الخراب الهيكل كما يتم توصيفه يعني كما تفضل الدكتور الطيبي أنا أوافق تماما على الذي قاله أي حل غدا نراه سيكون مؤقت سيكون حل له باب مفتوح لكل طرف من الطرفين أن يعيد تنظيم قدراته أن يعيد حساباته بشكل من الأشكال لكي يثبت ما جرى في جلسة الكنيسة يوم الاثنين غدا بكل تفاصيلها هذه المسألة ستؤدي إلى وجود انعكاسات ومضعفات الداخل الكنيسة الإسرائيلي تزيده ضعفا على ضعف شكرا جزيلا لك سعيد تحسين الحالة بالكادة والخبير الشؤون الإسرائيلية ضيفنا من العاصمة دمشق موصول الشكر لك دكتور أحمد الطيبي الحركة العربية للتغيير ضيفنا من القدس المحتلة مشاهدين فاصل قصير نفتح من بعدها الملف الثاني ونبحث في المشهد السوداني بعد مئة يوم على الاقتتال بعد فاصل قصير تفضلوا رجاءا بالبقائم أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين وفي ملف الثاني نحو ثلاثة ملايين مشرد في السودان يتوزعون بين لاجئ خارج البلاد ونازح إلى مناطق داخلية في ظل أوضاع إنسانية متردية أتي ذلك مع ختم الحرب يومها المئة مخلفة ألاف القتلى ودمارا في البناء التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية بينما لم تحظى الحلول السياسية بفرص جدية بعد السياق لا تزال وساطة الأفريقية والمساعي العربية والدولية محاصرة في دائرة مفرغة فبعد تعليق مباحثات جد التي واجهت تعثرا دخلت مصر وأثيوبيا على خط الأزمة عبر لقاءات مع طرفي صراع القاهرة وأديس أبابا تحاولان انتزاع موافقة من قادة الجيش وقوات الدعم السريع على مبادرة لقبول الوساطة تنتهي باتفاق على وقف إطلاق النار يمهد لترتيبات أمنية وسياسية تشمل سحاب المقاتلين من وسط المدن ومدرسم المسار السياسي بمشاركة مدنية أملا في إحياء الاتفاق الإطاري معارك الكر والفر التي لم تمكن أحد الطرفي من التقدم الحاسم تستمر على جبهات مختلفة في مناطق أبرزها العاصمة وأقلم دارفور غرب البلاد وتضغى عليها حسابات سياسية داخلية خاصة للجنرالين البرهان وحميتي الوضع الإنساني يتصدر المشهد إلى جانب التناحر العسكري حيث تطالب منظمات إنسانية وجهات دولية بتسهيل وصولها إلى مناطق القتال لإصال المساعدات الإغاثية في بلد غارق بالفقر برغم ثرواته الطبيعية الهائلة أكثر من نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة على البقاء على قيد الحياة معنا في هذا الملف هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي السوداني سيد محمد حسب الرسول مرحبا بكم سيد حسب الرسول مئة يوم على الاقتتال المستمر في السودان ما تشخيص المرحلة التي يعيشها السودان اليوم في ظل هذا الصراع وهذا الاقتتال بالنظر لحيثيات وظروف ما جرى في المئة يوم في حقيقة الأمر المعركة التي بدأت في 15 نيسان أبريل الماضي معركة كبيرة وضخمة وتصوري أن هناك 80 ألف مقاتل دخلوا إلى العاصم الخرطوم وسيطروا عليها سيطرة كاملة ثم بعد ذلك بعد أن دمرت مراكز مراكزهم العسكرية لجوا إلى الأحياء السكنية وإلى البيوت وإلى الأعيان المدنية فظلوا موجودين في المستشفيات وفي محطات المياه والكهرباء وكل المؤسسات الخدمية وبالتالي صعب إخراجهم خلال هذه الفترة الطويلة وهنا يجب أن أشير إلى أن الهدن الكثير التي فرضت على الجيش من خلال من برجدة ساعدت كثيرا في إطالة أمد هذه الحرب وكذلك ساعدت كثيرا في تمكين الطرف الآخر من التقاط أنفاسه وتشوين قواته ويمدادها بالسلاح والغزاء والوقود كيف يعني يوضع الأمر بهذا الاتجاه وهل كان معلوما أو محسوبا بالنسبة لرعاة يعني هذه الوساطة أو هذه اللقاءة التي تمت في جدة تحدث عن سنوديا والبيات المتحدة الأمريكية يعني بكل تأكيد الحديث نفسه عن الوساطة حوله كثير من الملاحظات أولا الوساطة يجب أن يقوم بها طرف محايد والسودانيين جميعا يعرفوا أن الوساطة جدة المشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية والملكة العربية السعودية هما طرفان ريسان في ما يسمى بالآلية الرباعية التي تتشكل من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية وهذه الآلية الرباعية هي عبر الأربع سنوات الماضية كانت تغف إلى جانب الطرف من الأطراف لم تكن محايدة حتى قادة البلاد بأطروحاتها السياسية التي أرادها أن تفرض على الواقع السياسي السوداني قادة البلاد إلى هذه الحرب ثم أن بعض هذه المكونات مكونات هذه الآلية الرباعية غد مولوا الحرب منذ اليوم الأول للتغيير في عام 2019 ولذلك هذه الوساطة ينظر لها كثير من المراقبين السودانيين باعتبار أنها ليست وساطة محايدة لتتحقق فيها الشروط الحيدة التي تمكن من ترتيب الأمور ويخراج الأمور إلى لحظة التوافق سيد حسب الرسول هذا يدفعنا للسؤال بثلاث نقاط النقطة الأولى اليوم بعد مئة يوم هل لدينا فعلا صورة حقيقية للأسباب والخلفية التي دفعت لنرى هذا الاقتتال هل كان ممكنا أن لا نرى هذا المشهد وإلى أي حد كان مطلوبا بالتالي من أطراف خارجية ساهمت العديد من الظروف التي يعيشها السودان لسيما بعد تغيير نظام البشير بتحقيق ذلك أقل بأطراف داخل بكل تأكيد أسباب الحرب معلومة وواضحة ومعروفة وهي ليست حربا داخلية وليست حربا بين الرجلين لأن الحديث عن أنها حرب بين حميدتي والبرهان هذا حديث يتجاوز الواقع كثيرا ذلك أن الرجلين كانوا على توافق ومضياء مشوار الأربع سنوات الماضية بتوافق واتساق كبير بل أن البرهان لم يرفض طلبا أو أمرا أو رجاءا لحميدتي خلال السنوات الأربع الماضية الأمر الذي مكنه وساعد في تطوير قوته إلى أن بلغت هذا المبلغ الخطير والتوصيف الفعلي والموضوعي لهذه الحرب أنها حرب يراد من خلالها أن يهي من الغرب على السودان من خلال أدوات محلية أنا لا أستبعد أن يكون الرمزين العسكريين الرئيسيين في هذه المعركة على تماهي كبير مع هذا المشروع الخارجي ولذلك التوصيف الفعلي والدقيق لهذه الحرب أنها حرب تريد أن تخضع السودان إلى الهيمنة الغربية من جديد ولكن بأدوات محلية عسكرية وسياسية هنا سؤال قد يقول قائل سودان ما بعد الإطاحة بنظام البشير وهذه الفترة الانتقالية حيث كان البارس في الحكم في المشهد الجنرالين ووضع الأمر في خلفية امتداد كما تفضلت لنفوذ عربية إقليمية وحتى دولية وأن الهيمنة كانت واقعة بشكل أو بآخر يعني لماذا سيدفع بهذا المشهد بهذا الشكل بهذا الاقتتال لأن نرى هيمنة هي يقدم بأنها موجودة طبعا هناك أمر مهم تجد فيه الإجابة على هذا السؤال وهو أن التصميم العملية السياسية في السودان هدفت إلى تمكين الخارج من السيطرة على السودان والهيمن عليه بالكامل وذلك من خلال في المرحلة الأولى الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين قادة الجيش وبين المنظومة المدنية في 2019 ولكن لما رفض هذا المجتمع رفض هذه الوثيقة ورفض هذا الاتفاق السياسي الذي كانت معالمه واضحة أنه يريد أن ينقل البلاد إلى مكان آخر ونرى ذلك في أمثلة كثيرة واحد من هذه الأمثلة أن هذه الوثيقة الدستورية حزفت منها اللغة العربية كاللغة رسمية للدولة هذه الوثيقة رفضت أن تصنف السودان وأن تعرفوا باعتباره دولة عربية إفريقية هذا يؤشر إلى أمور كثيرة موضوع التطبيع كذلك والتطبيع لم يكن حصرا على العسكريين بل بالعكس أن التطبيع خطواته الكبيرة مضى فيها المدنيين أكثر من العسكريين هم الذين ألغوا قانون مقاطعة إسرائيل وهم من وقعوا على اتفاقية إبراهام ولكن حينما رفض المجتمع ومن ثم المؤسسة العسكرية وليس قائد هذه المؤسسة هذا المسار السياسي الذي يضع السودان كله في السلة الغربية حينها حاول الغرب مرة ثانية أن يحاول بوسيلة سياسية ودستورية كذلك عرفت بالاتفاق الإطاري والوسيقة الدستورية الجديدة ولكن المجتمع كذلك رفض هذه المحاولة الثانية ولذلك كان الخيارة بديل هو الحرب وهذه الحرب لم تكن مفاجئة فقد اشتغل الغرب عليها منذ 2019 نما هذه القوة دربها أهلها نتحدث هنا عن الدعم السريع نعم طور قدراتها من 17 ألف مقاتل إلى أكثر من 120 ألف مقاتل عندما تستثني البرهان عفوا سيد حسب الرسول لكنك تحدث عن مؤسسة العسكرية وعادة يكون الجيش هو الضامن وعقيدة الجيش يعني هي تكون حاكمة لكن القرار بالنسبة والاستمرار في تحت يعني مضلة البرهان بالنسبة لمؤسسة العسكرية في مواجهة الدعم السريع ما زالت يعني هي الأساسة التي تحكم أليس كذلك؟ يعني وبتالي أنت تستثني البرهان لكن كيف تقاد ذلك؟ تقاد هذه المواجهة أو هذا الاقتتال وتضع في الخلفية كل هذه الأطراف أين البرهان؟ وفي اتساق المؤسسة العسكرية معه من الخلفية التي تفضلت بها أو تحريك الجهات الخارجية أمريكا منها كما تفضلت للدعم السريع؟ المؤسسة العسكرية عملت معالجات حينما نبهت قائدها العام مرات عديدة إلى مخاطر الذي يجري في السودان وانعكاساته السلبية على أمر السيادة والاستقلال الوطني فرضت عليه إعادة تنظيم الجيش على نحو جديد فاستحدثت وظائف جديدة وظيفة للنايب القائد العام ووظيفة لمساعدي القائد العام وأصبح القرار داخل المؤسسة العسكرية ليس قرارا فرديا إنما قرارا يتخذ من خلال مؤسسة قيادية تقود الجيش وتتخذ قراراته وتقديراته يعني قرار المواجهة كان قرار الجيش مواجهة النفوذ الغربي الذي يراد أن يمرر كما تقدم بقراءة تاكسية حسن بالرسول من خلال الدعم السريع وبالتالي ما الذي يدفع للوساطات التي تقدم ما الأهداف كان جدة أو حتى مظلة دولية حتى الولايات المتحدة الأمريكية أعطيت لإيقاد فيما قدم كان في موقف من المؤسسة العسكرية بالنظر إلى موقع كينيا هي التي تترأس الاتحاد الأفريقي وفي تحفظات على دعمها كما يقدم الجيش للدعم السريع ومن ثم أيضا قمة دول الجوار في القاهرة نعم سمت فارق خبير بين المجهودات التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال المنظومات الإقليمية منظمة الإيقاد أو الاتحاد الأفريقي وبين المجهود المصري الذي كان واضحا من خلال القمة التي جمعت قادة دول الجوار السوداني الخميس الماضي المسعى الأمريكي من خلال منصة الجدة ومن خلال منصة الإيقاد ومن خلال منصة الاتحاد الأفريقي كانت أهدافه واضحة أهدافه أن يعيد العقارب الساعة إلى الوراء أن يعيد الأوضاع في السودان إلى ما كانت عليهما قبل بداية الحرب في 15 نيسان أبريل أما قمة القاهرة التي جمعت دول الجوار فهي تسعى من أجل إيجاد حلول تكفكف شر هذه المخاطر التي تحدق بها كما تحدق بالسودان في آن واحد لأن ما يجري في السودان بكل تأكيد يؤثر بشكل مباشر على مصر في المقام الأول وعلى تشاد وعلى إفريقيا الوسطى وعلى جنوب السودان وإيثيوبيا وأريتريا وبالتالي كان هناك حرص مصري على أن تشق مسار جديد من أجل إيجاد معاذلة توقف من خلالها الحرب هل هناك إمكانية أو فرصة فعلا لنرى هذه الحلول ودائما تطرح دول الجوار بأنها كما تفضلت الأكثر تأثيرا أو حتى تأثرا وإمكانية أن يكون هناك اشتراح لمسارات تنهي مشهد الاقتتال الدامي الكبير المؤلم بحق السودان وشعب السودان إذا أردنا أن نتحدث عن السيناريوهات المقبلة بدقيقة معذرة بكل تأكيد هناك فرصة ولكن هناك التحديات رأينا كيف أن هناك دولة عربية حاولت أن تسني شاد عن موقفها الداعم للشعب السوداني والحريص على محافظة على استقرار دولة شاد وكذلك رأينا أن رئيس هذه الدولة نفسه قد قام بزيارة إلى مصر لتحييدها قبل اندلاع الحرب بيومين ولذلك التحدي الكبير في هذا المسار هو تحدي صمود مصر والدول الجوار في اكتراح معادلة جديدة تنهي الحرب وتحقق السلام في السودان وفي دول الجوار السوداني شكرا جزيلا لكم سيد محمد حسب الرسول الكاتب والمحلل السياسي السوداني على مشاركتك معنا هنا في الستوديو في المسائية والتي انتهت دائما للمزيد الميادين دعونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة